السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحبايبي سنة ثانية اعداد الزكة عبن اي يا رب دم انت تكونوا بخير النهاردة ان شاء الله هو اول درس في الوحدة الثانية في الهندسة اللي تعتبر اخر وحدة في المقرر بتاعنا كله ولذلك عزيزي المشاهد اولا مقابل اي شيء لايك جميل زي الكيره في صوت عزيزي المشاهد وتشتري في القناة لو انت مش مسترك وورقتك قلمك كوبايتي الشاي جميلة بتاعتك ووصح للكلام سنة اول اعدادكم ان اخدنا مع بعض درس اسمه التطابق اللي هو كان عبارة عن شكلين هما اللي اتنين زي بعض في كل حاجة زي ديك اللي اتنين دول كده زي بعض في كل حاجة كربون يا معلم قد بعض بالزبط درسنا النهاردة ان شاء الله بقى اللي هو التشابه يعني مفهوم اكبر شوية من التطابق يعني ايه بقى لما اقولك شكلين متشابهين زي المضلعين دول كده شبه بعض جدا بس واحد منهم كبير واحد تاني اصغر شوية فدول كده بنسميهم مضلعان متشابهان طيب امتى بقى يكون المضلعان متشابهان او ايه هي الشروط اللي لازم تكون موجودة في المضلعين دول عشان خاطر اسميهم مضلعان متشابهان تعال نسوف مع بعض قالك ايه يتشابه المضلعان اذا تحقق ان عندنا يا معلم شرطين اتنين بس عشان خاطر يبقى المضلعان متشابهان الشرط الاولاني قالك ان الزوايا المتنظرة تكون متساوية في القياس تاني الزوايا المتنظرة تكون ايه متساوية في القياس يعني مثلا هنا في المضلعين دول واضح قوي ان انا عندي زاوية الف اصاد زاوية سين صح صح فلو زاوية الف دي مثلا كان قياسها مية وعشرة درجة هيكون قياس سين كام ادها بالزبط هي كمان مية وعشرة درجة لو قلتلك ان زاوية صد ديت زاوية قيمة على طول تستنتج ان الزاوية اللي اصدها في المضلع الثاني هي كمان زاوية قيمة اشمعنا لان الزوايا المتنظرة ايه متساوية في القياس برضو لو قلتلك مثلا ان جيم ديت زاوية قياسها ستين درجة تستنتج على طول ان زاوية عين اللي اصدها في الشكل الثاني او في المضلع الثاني هي كمان زيها ستين درجة يتبقى عندك هنا زاوية لام قياسها هحسبها من المضلع كله عبارة عن تلتمية وستين درجة عشان شكله رباعي تمام هنحسب الزاوية الاخيرة تطلع ميت درجة يبقى الزاوية اللي اصدها اللي هي كمان زيها ايه ميت درجة بس يا معلم دي هي الزاوية المتنظرة بتكون ايه متساوية وده اول شرط من شروط التشابه طيب ركز بقى في الشرط التاني اللي اعتبر هو اهم شرط فيهم اللي هو الاضلاع المتنظرة بص بقى متناسبة متناسبة يعني ايه بقى الاضلاع المتنظرة متناسبة تعالى اما اقولك يا معلم الكلام دوت معناه ان انت لو مسكت اي ضلع من اضلاع المضلع الاولاني تعالى مثلا على الضلع الف به اقسم لي كده يا معلم الف به على الضلع اللي صادق اللي هو سين صادق او على سين صادق هتلاقي ان الناتج اللي هيطلع من الاسم ده اية هو هو بالظبط لو اسمت اي ضلع تاني زي مثلا لو اسمت مثلا بهجيم بهجيم على اللقصاده اللي هو مين صادقين هتلاقي دي اددية بالظبط هتلاقيها هي yes palaz 로تطلي بردو لو اسمت مثلا الضلع جيم دال على اللقصاده اللي هو عين لام هتلاقيها هي هي بالظبط ألف دال على سين لام برضو مش فاهم يا مصر يعني ايه برضو الأضلع تكون متناسبة تعالى ناخد مثال لو قلتلك مثلا أن أنا عندي طول سين لام دوت 1 سنتيمتر وتلاقيت أن طول ألف دال 2 سنتيمتر معنى كده ايه مش معنى كده أن سين لام نص ألف دال اه ده دوت سنتي وده 2 يبقى ده نص ده هتلاحظ لو أنت مثلا كان عندك طول سين صد دوت مثلا 2 سنتيمتر تقدر تستنتج أن طول ألف به هيكون 4 سنتيمتر عرفت منين عرفت منين مش أنا عندي هنا الدلع ده نص اللقصاده اه يبقى دوت كمان هيبقى نص اللقصاده تعارف بقى لو كان عندك هنا دوت صدعين 3 سنتيمتر هيبقى به جيم بكم هيبقى بستة سنتي عشان يبقى ده نص ده تواخد بالك إزاي؟ طب لو قلتلك بقى أن ده الجيم طوله تمانية سنتي تعرف تحسب لي طول لمعين هتقول لي آه هيبقى إيه؟ هيبقى أربعة سنتي عرفت منين؟ ما أنا خلاص فهمت بقى أن الأضلاع بتاعة المضلع ديت كلها نص الأضلاع اللقصادها في المضلع التاني آه اللي احنا عملنا دوت هو دوت معناه أن الأضلاع تكون متناسبة بالشكل ده طيب نقول تاني كده لو كان عندك يعني بما أن الزوايا متساوية يعني لو كان قياس زوية ألف بيساوي قياس زوية سين وقياس زوية به بيساوي قياس زوية صاد وقياس زوية جيم بتساوي قياس زوية عين وأخيرا قياس زوية دال بيساوي قياس زوية لام كده الزوايا كلها ايه؟ متساوية وكمان عندك الأضلاع متناسبة كده تقدر بقى تستنتج إيه بقى تستنتج إن المضلع الأولاني اللي اسمه ألف به جيم دال ماله بقى يشابه شايفت علامة دي عاملة زي الموجة كده دي علامة للتشابه واسمها إيه اسمها يشابه المضلع ألف به جيم دال يشابه المضلع التاني اللي اسمه سين صاد عين لام ادي يا معلم التشابه بتاعنا عندنا كم شرط هم شرطين اتنين بس يعني مش زي التطابق تطابق كان لازم يكون عندك ثلاث حاجات يا إما زاويتين وضلع وضلعين وزاوية أو ثلاث أضلع لا هنا بقى عندنا شرطين اتنين بس الشرط الأولاني إن الزايا تكون قد الزايا شرط التاني إن الأضلع تكون متنسبة تمام تمام لو عندك الشرطين دول موجودين في المضلعين اللي عندك تستنتج إيه تستنتج إن المضلع ده يشابه المضلع ده وهنا عندنا ملحوظة مهمة جدا دايما دايما في كل مسائل التشابه لازم نراعي ترتيب الرؤوس نراعي ترتيب الرؤوس مهمة جدا 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 إن إحنا نهتم بالترتيب طب إزاي يا مستر؟ بصي هنا أنا كتبت هنا أول حاجر أتها مين؟ ألف صح؟ أول رأس كتبتها هنا ألف هتلاحظ إن أول واحدة النحاة الثانية اللي هي سين وفعلا مش الألف قد السين؟ آه طيب تاني واحدة اللي هي البه مش بتساوي تاني واحدة اللي هي صد حصل البه بتساوي الصاد والجيم قد العين والدال قد اللام يعني أنت عاوز تقول يا مستر إن أنا أرتب المضلعين بحيث إن الزوايا المتساوية تكون في نفس الترتيب بالضبط كده أول واحدة قد الأولى والتانية قد التانية التالت قد التالت ربعة قد ربعة الخمسة قد الخمسة الست قد الستة وهكذا تمام؟ تمام في أي حاجة صعبة في الكلام ده بتقليل ما فيش أي حاجة خالص خلص إحنا فهمنا إن إحنا عندنا شرطين اتنين بس للتشابه اللي هما مين؟ الزوايا قد بعضها تاني حاجة إن الأضلع تكون متناسبة طيب تعالى بقى ناخد سؤال على الكلام ده وتشوف قد إيه الدرس دوت حاجة في منتهى التفاهم يلا يا معلم في السؤال دوت عندك مضلعين وبيقولك إن المضلعين دول متشابهين المضلع ألف به جيم دالي وشابه المضلع سين صادعين لام بيقولك بقى إوجد قياسات الزوايا وأطوال الأضلع المجهولة في كلا المضلعين يعني عاوز إيه في كل الزوايا وكل الأضلع تمام هو مش مديني غير إن المضلعين إيه متشابهين شكرا بما أن المضلع الأولاني اللي هو ألف به جيم دالي وشابه المضلع سين صادعين لام زي ما هو كتبها فوق كتبتها تاني بالزبط بنفس ترتيب الرؤوس بالزبط اوعد غيره ليه؟ لأنه هو لو حطلك التشابه في المسألة هيكون مرتب لك الرؤوس هتلاقي إن الزاوية الأولانية اللي هي هنا ألف قد الأولانية هنا اللي هي سين وهتلاقي إن التانية قد التانية وإن التالتة قد التالتة وهكذا فلما يديك تشابه في المسألة تكتبه بنفس الترتيب بالزبط حلو من التشابه بقى أقدر أستنتج إيه؟ أستنتج حاجتين أول حاجة إن الزاوية المتنظرة إيه؟ متساوية يعني إذن أول حاجة قياس زاوية ألف الأولانية تساوي مين؟ تساوي قياس زاوية سين وكمان قياس زاوية البه هتساوي قياس زاوية صاد التانية قد التانية وكمان قياس زاوية الجيم ثالت واحدة بتساوي قياس زاوية إيه؟ زاوية عين وأخيرا قياس زاوية دال هيساوي قياس زاوية مين؟ زاوية لام تعال بقى نشوف الزوائد ديات كلها بتساوي كام تعال مع بعض أول حاجة الألف قد السين وأنا عندي الألف بسبعين أستنتج كده إن الألف قد السين بتساوي إيه؟ بتساوي سبعين درجة حلو كده إحنا جيبنا زاوية سين بكام بسبعين درجة إيه كمان البيه قد الساد هل أنا عندي البيه؟ لأ طبعا عندي الساد آه خمسة وستين يبقى البيه قد الساد بتساوي كام؟ بتساوي خمسة وستين درجة بعد كده الجيم قد العين فين الجيم الجيم اهي مية خمسة وثلاثين بس يبقى الجيم قد العين بمية خمسة وثلاثين درجة بس معلم كده احنا جبنا البيه بخمسة وستين درجة وجبنا العين بكم مية خمسة وثلاثين اخر حاجة بقى الدال قد زاوية لام هل انا عندي الدال لأ طب انا عندي اللام برضو لا ايه ده اما لا احسبهم ازاي ما انا عندي هنا يا باشا مثلا الف بهجيم ده دوت مش شكل رباعي اوه وزوايا الشكل الرباعي مجموعة كام تلتمية وستين درجة طب ما انا عندي تلت زوايا هو سبعين وخمسة وستين ومية خمسة وثلاثين اقدر احسب الزاوية الربعة اوه ازاي التلتمية وستين كلها هشيل منها التلت زوايا التانيين اللي هم مين اللي هم سبعين وخمسة وستين ومية خمسة وثلاثين هتحسبها على الحسبة تطلع بتساوي تسعين درجة يعني زاوية دال زاوية قايمة وزاوية لام زاوية ايه زاوية قايمة دي كده اول حاجة خلصنا منها الزاوية المتنظرة متساوية حلو الكلام قوي تاني حاجة بقا هستنتجها بقا ايه الاضلاع بقا مالها الاضلاع المتنظرة متنسبة انا عندي كم ضلع عندي اربع اضلاع يبقى انا عندي اربع نسب تحط اربع شرط كده جب بعض يا معل شرطة كسر تساوي شرطة كسر تساوي شرطة كسر تساوي شرطة كسر تساوي شرطة كسر اربعة عشان اربع اضلاع الشكل الأولاني لواء ألف به جيم دال الأضلاع بتاعته ألف به بعد كده به جيم بعد كده جيم دال وآخر واحد ألف دال هنكتب الأضلاع بتاعت المضلع التاني من تحت بنفس الترتيب بالظبط ألف وبه هم أول أتنين يبقى هنا برضو أحط أول أتنين اللي هم سيم وساد بعد كده به جيم التاني والتالت يبقى هنا ساد عين أو هنا صاد عين بنفس الطريقة هنا هيكون عندك يا باشا عين لام واخر واحد سين لام شفت عملتها ازاي من الترتيب بتاع الرؤوس اول اتنين بعد كده التاني والتالت بعد كده اخر اتنين بعد كده الاول مع الاخير اهو اول اتنين اللي في النص اخر اتنين اول واحد واخر واحد بنفس الترتيب ده كده معل حلو الكلام الخطوة اللي بعد كده هعمل نفس التناسب تاني هو هو بالزبط يبقى ايزا شرط الكسر توساوي شرط الكسر توساوي شرط الكسر بس المرة دي بقى هشيل كل ضلع وحط الطول بتاعه تعال نشوف هنا انا عندي الف به الف به بكام مش موجود مش موجود صح هنزله زي ما هو الف به تعال بقى نشوف هنا سين صاد سين صاد موجود سين صاد بتلاتة حط مكانه تلاتة صاد بالشكل دي كده تلاتة طيب بهجيم عندك بهجيم اه بهجيم باتنين وواحد من عشرة يبقى هنا اتنين وواحد من عشرة طيب صاد عين قادي الصاد عين بواحد واربعة يبقى واحد واربعة من عشرة بالشكل ده تمام بعد كده جيم دال فين جيم دال مش موجود هنزل جيم دال بعد كده عين لام عندك عين لام اه بواحد وتمانية انزل هنا واحد وتمانية من عشرة طيب الف دال فين الف دال اهو بتلاتة حط هنا يا بشر تلاتة طيب سين لام سين لام مش موجود انزله سين لام بالشكل ده كده معل هتلاحظ بقى يا صديقي هنا ان انت عندك نسبة من الاربع نسب موجودة بسط ومقام يعني اعداد لو انت كتبتها على القل الحسبة زي ما هي كده بالظبط ودوس تساوي هتطلع لك النسبة دي بتساوي تلاتة على الاتنين هي هي احسبها بالقل الحسبة تطلع تلاتة على الاتنين دلوقتي بقى من التناسب دوت تقدر تحسب الاضلاع المجهولة ازاي تعال اما اقول لك لما يبقى عندك نسبة بتساوي نسبة زي دول كده شايف دول نسبتين هم النسبة بتساوي نسبة وعندك مجهول تجيبه ازاي كل ما عليك ان انت تعمل مقص تعمل ايه تعمل مقص بعد كده تعمل ايه تضرب الاتنين اللقصات بعض في بعض بالشكل ده وتقسم على التالت نقول تاني لما يبقى عندك نسبة تساوي نسبة وعندك مجهول يبقى المجهول ده هو اللي هو هنا اسمه سين لام يساوي شرط تكسر بالشكل ده هتضرب الاتنين اللقصات بعض في بعض اهو اتنين في تلاتة انا معلم اتنين في تلاتة وتقسم على التالت اللي هو مين اللي هو التلاتة يبقى قسم مين على التلاتة احسبها بقى كده يا معلم اتنين في تلاتة بستة ستة على التلاتة فيها اللي اتنين سنتيمتر كده احنا خلاص جبنا سين لام طيب بنفس الطريقة بس المرة دي هاخد النسبة الاولانية مع النسبة الاخرانية اللي هي التلاتة على اللي اتنين وهعمل مقص لو مش واضحة من هنا تعال نكتبها تاني نكتب هنا كده يا باشا اول نسبة اللي هي الف به على التلاتة بتساوي اخر نسبة اللي هي تلاتة على اللي اتنين اكتبها تاني لو حاسس ان انت ممكن تتلغبط من هنا كتبتها اهو هعمل ايه هعمل مقص لما اعمل مقص ايه اللي يحصل هضرب اللي اتنين اللوصات بعض في بعض وهقسم على التالت يعني تقول لي كده يا معلم من التناسب ده ان الف به بيساوي شرط تكسر اضرب تلاتة في تلاتة وقسم على اللي اتنين بالشكل ده يطلع بيساوي اربعة ونص سنتيمتر احسبها بالقلال حسبة طيب اخر واحدة بقى ايه هاخد النسبة دي اللي هي جيمدال على واحد وتمانية من عشرة بتساوي تلاتة على اللي اتنين ونعمل مقص وتقول لي يا بشا ان الكلام دوت معناه ان انت عندك جيمدال بتساوي شرط تكسر هضرب اللي اتنين اللوصات بعض في بعض تلاتة في واحد وتمانية من عشرة واقسم على اللي اتنين هتحسبها بالقلال حسبة تطلع بتساوي اتنين وسبعة من عشرة سنتيمتر بالطريقة دي كده يا معلم حسبنا كل الاضلاع وكل الزوايا كده يبقى احنا خلاص خلصنا السؤال ده طيب ممكن بقى احيانا يزود لك حتة زيادة على السؤال يقولك ايه يقولك وما هي نسبة التكبير او التصغير بقى على حسب المسألة يعني ايه نسبة التكبير دي خلينا اقولك شايف النسبة ما بين الدلعين دل اللي احنا طلعناها دي اللي ايه تلاتة على الاتنين دي دي اخدناها في ابتداء على فكرة لو كنا بنسميها ساعتها مقياس الرسم مقياس الرسم يا مصر انا مش فاكر كالتي ايه مباري حشان افتكر ايه هو مقياس الرسم تعال اما اقولك مقياس الرسم دوت حاجة من اتنين يا اما حاجة كبيرة وانت صغرتها يا اما حاجة صغننة بس انت كبرتها يعني مثلا لو قلت لك ان انا رسمت خروطة العالم على الصبورة دي هي وعدم المؤاخذة يعني هو العالم قد الصبورة لأ بس انا اخدت العالم الكبير ده وروحت عملتها وتصغير على قد الصبورة تمام على العكس بقى لو انا مسكت مثلا دبانة على في الدبانة قد كب�� وروحت مصورها وطبعت لها صورة قد الصبورة دي كده تواخر بالك ازاي هي الدبانة اللي هي قد كده هتبقى قد الصورة اللي قد الصبورة دي لأ بس انا عملت إيه انا عملت تكبير لدبانة طيب نفس الكلام بقى بالزبط هنطبقه على المضلعات عندك مضلعين هنا متشابهين واحد كبير وواحد صغير فالكبير ده يعتبر تكبير للمضلع التاني والعكس الصغير يعتبر تصغير للمضلع الكبير فانت عندك معلم النسبة دي اللي هي بقى مقياس الرسم دي عندك احتمالين تعال نكتبها هنا في الجزئية دي كده معلم الاحتمال الاول انها تكون نسبة تكبير التاني انها تكون نسبة تصغير امتى تكون تكبير وامتى تكون تصغير قالك والله لو كانت النسبة ما بين الضلعين المتناظرين اللي هي النسبة دي اكبر من الواحد تبقى نسبة تكبير ولو كانت النسبة دهيت ما بين الصفر والواحد يعني أصغر من الواحد وأكبر من الصفر زي مثلا إيه نصف ربع تلت الحاجات دي يبقى دي اسمها نسبة تصغير فأنا عندي هنا في المسألة دي النسبة كام تلاتة على الاتنين هي دي أكبر من الواحد واللي أصغر منه والله لما يكون عندي نسبة يعني كسر والبسطة أكبر من المقام يبقى دوة أكبر من الواحد هنا البسطة أكبر من المقام يبقى دي أكبر من الواحد أدم أكبر من الواحد يبقى نسبة إيه نسبة تكبير يبقى ما هي نسبة التكبير نسبة التكبير يا معلم تساوي تلاتة على الاتنين ليه النسبة بس فأنت عشان تريح دماغك من الوش ده لو جات لك مسألة زي دي وطلب منك نسبة تكبير أو نسبة تصغير أي أن كان هتقسم دلع على اللقصات هيديك النسبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته عندنا بقى شوية ملاحظات كده بقى على التشابه قبل ما ندخل على الجزئية اللي بعد كده أول حاجة باسم الله الرحمن الرحيم يا صديقي احنا أخذنا شرطين اتنين لتشابه المضلعات اللي هما ايه الزوايا المتنظرة متساوية والأضلاع المتنظرة متناسبة قال لك لازم الشرطين هما الاتنين مع بعض يكونوا موجودين عشان خطر يبقى المضلعان متشابهان يكون ايه المضلعان متشابهان اش معنى يعني يا مستر تعال اما تشوف مع بعض بصي هنا على الشكل ده وده ده اللي هو المستطيل وده اللي هو المربع هو انت ما تعرفش ان المستطيل الزوايا بتاعته كلها زوايا قيمة حصل طب والمربع هو كمان الزوايا بتاعته كلها قيمة ايه ده يعني جميع الزوايا المتنظرة ايه متساوية كلها زوايا قيمة ولكن هل المستطيل شابه المربع لا مش متشابه ايه طب تعال بقى لو قلتلك ان المربع ده مع الشكل ده اللي هو المعين ايه ده ده معين اه معين لان الاضلاع بتاعته كلها متساوية المعين هو شكل رباعي جميع اضلاعه متساوية في الطول لو قلتلك ان الاربع اضلاع دول بتوع المعين بالزبط قد الاربع اضلاع بتوع المربع يبقى كده كل الاضلاع المتنظرة متناسبة صح ولكن هل المربع شابه المعين لا وعشان كده لازم الشرطين هما الاتنين مع بعض يكونوا موجودين عشان خاطر يبقى المضلعان متشابهين طيب الملاحظة التانية بتقولك ايه جميع المضلعات المتطبقة متشابه اي مضلعين متطابقين يعتبروا متشابهين ما هو اصلا التطابق يعتبر حالة خاصة من التشابه فيعتبر اي مضلعين متطابقين يعني اد بعض بالزبط يعتبروا متشابهين ولكن ليس كل مضلعان متشابهان متطابقان ممكن يكونوا متشابهان بس مش متطابقان انما لو متطابقان يبا هما قريدي اصلا متشابهان تمام؟ الملاحظة التالتة جميع المضلعات المنتظمة التي لها نفس عدد الاضلع متشابه يعني ايه؟ هو اصلا يعني ايه شكل منتظم؟ الشكل المنتظم هو شكل جميع اضلع متساوية وجميع زواياه متساوية فده يعتبر شكل منتظم قالك جميع المربعات متشابهان يعني لو جيت رسمت مربع كمان اد كده اهو المربع ده شبه المربع ده ولو جيت رسمت مربع تاني كبير اد كده اهو هيبقى المربع ده اهو شبه المربع ده اهو متشابهه لانه المثلث المنتظم هو متساوي الاضلع وبرده جميع الاشكال الخماسيه المنتظمه متشابهه جميع السوداسيه المنتظمه ومتشابه تمام؟ فكل الاشكال المنتظمه متشابهه بشرط ان يكون لهم نفس عدد الاضلع الملاحظة البعدت كده المضلعان المشابهان لثالث متشابهان هو من ايه هذا الكلام ده؟ يعني لو احمد شبه حسن وحسا عباس أستبتج من كدة إيه إن أحمد وعباس شابه بحض بس الملاحظة اللي بعدك كدة وأهم ملاحظة فيهم كلهم بتقولك إيه بيقولك إن النسبة بين محيطي مضلعين متشابهين تساوي النسبة بين طولي أي ضلعين متناظرين فيهما يعني إيه كلام ده يعني مثلا لو أنا عندي مثلا 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 مثلس ألف بهجي ما هو المثلس تعتبر مضلع برضو شبه مسلس تاني اسمه سين صاد عين تمام تمام مش دوت معناه ان الضلع الف به على سين صاد بيساوي به جيم على صاد عين بيساوي الف جيم على سين عين حصل قالك بقى يا معلم الكلام دوت معناه ان كل النسب دي تساوي محيط المسلس الف به جيم على محيط المسلس سين صاد عين النسبة ما بين الضلعين بتساوي النسبة ما بين المحيطين يعني مثلا برضو في السؤال دوت بيقولك ايه بيقولك مضلعان متشابهان احدهما اطوال اضلعه دول ثلاثة وخمسة وستة وتمانية وعشرة كم ضلع دول واحد اثنين تلاتة اربعة خمس اضلع حلو والاخر محيطه تمانية واربعين يعني انت عندك مضلعين اول مضلع مديك اطول الاضلع والمضلع التاني مديك المحيط بس مش مسميلك الضلعين فانا هسميهم عشان خاطر اعرف حل فهول كده نفرض ان المضلع الاولاني اسم مثلا الف به جيم دال هه خمس رؤوس عشان هو عندك خمس اضلع يشابه المضلع التاني تعال نسميه اي حاجة مثلا سيد صاد عين لم مثلا كاف دول كده مضلعين متشابهين مش الكلام دوت معنايا صديقي معناه ان انت عندك الاضلع المتناظرة متناسبة خمس اضلع يبقى عندنا خمس شرط واحد اتنين تنة اربعة كمان واحدة المضلع الاولاني عندك الف به عندك به جيم عندك جيم دال عندك دال هه واخر حاجة الف هه المضلع التاني عندك سين صاد عندك صاد عين عندك عين لام عندك لام كاف واخر حاجة سين كاف هزود عليهم برضو محيط المضلع الف به جيم دال هه على محيط المضلع سين صاد عين لام كاف بالشكل ده تعالى بقى نعوض مكان الاضلع دايد بالاطوال بتاعتها هو مديك الخمس اضلع بتوع المضلع الاولاني اللي هو اللي فوق فانا هشيلهم كلهم وحط الاطوال دي يعني شرط الكسر تساوي شرط الكسر تساوي شرط الكسر تساوي بالشكل ده اول حاجة ثلاثة بقى عندك خمسة ستة تمانية عشرة وتحت عندك سين صاد صاد عين عين لام وعندك كمان لام كاف واخيرا سين كاف بقى ساوي شرط الكسر هو مديك المحيط بتاع المضلع التاني اللي هو اللي تحت مديولك بكام بتمانية واربعين وانا اقدر احسب المحيط بتاع المضلع اللي فوق ايه ده ازاي؟ ما انت يا باش عندك الاضلع كلها ايه؟ صح؟ عندك الاضلع كلها طب ما هو المحيط بيسوي مجموعة اطوال الاضلع طب ما تجمع يا باشا اجمع ثلاثة وخمسة تمانية وتمانية كمان يبقى ستتاشر وستة يبقى انت كده اتنين وعشرين وكمان عشرة يبقى كده اتنين وثلاثين نقول تاني عندنا مضلعين متشابهين مديك اطوال اضلع واحد منهم خمس اضلع فانا فرطت من عندي ان الشكل ده اسمه الف به جيم ده لها شكل خماسي عشان عندي خمس اضلع بيشابه المضلع التاني سميته سين صادعين لام كاف طبعا انا ممكن اسميهم اي حاجة انا عاوزها ده مجرد تسمية مش اكتر عشان اعرف اعوض بما ان هم متشابهين يعني الاضلع متناسبة وزودت واحدة زيادة اللي هو المحيط على المحيط عوضت مكان الاضلع اللي فوق كلها بالاضلع اللي هو مديهالي وعوضت تحت مكان المحيط بتاع المضلع التاني بالمحيط اللي هو مديهولي والشكل الاولاني جبت المحيط بتاعه من الاضلع جمعت الاضلع على بعضها الدون المحيط بس يا معلم كده بقى عندك نسبة مع النسب دي هتحسب كل دلع من دول من النسبة الاخيرة دي ازاي تعالى نشوف اول حاجة سين صادي وسوي شرط يتكسر بص يا معلم النسبة دي معاي مع الاخيرة او اول واحدة مع اخر واحدة هتعمل مقص هتضرب الاتنين اللي وصد بعض في بعض يعني هنا اللي فوق تلاتة فيه اللي تحت تمانية واربعين وتقسم على اتنين وثلاثين وهنا بقى هتجيب صاد عين ازاي هتضرب خمسة فيه تمانية واربعين وتقسم على اتنين وثلاثين وهتجيب عين لام برضو هضرب ستة فيه تمانية واربعين وهقسم على اتنين وثلاثين وهجيب كمان لام الكاف بيساوي شرط تكسر هضرب تمانية فيه تمانية واربعين وقسم على اتنين وثلاثين وأخيرا هجيب سين كاف بيوساوي هضرب عشرة في تمانية وأربعين وأقسم على الاتنين وتلاتين هتحسب بقى كل واحدة من دول باستخدام القالة الحسبة فعندك أول واحدة اللي هي سين صاد هتطلع بتساوي أربعة ونص سنتي بعد كده عندك صاد عين هتطلع بتساوي سبعة ونص سنتي بعد كده عندك عين لام هتطلع بتساوي تسعة سنتي بعد كده عندك لام كاف دهية هتطلع بتساوي 12 سنتي وأخيرا سين كاف هتساوي 15 سنتي متر بالشكل ده كده يا معلم ندخل بقى على النص التاني من الدرس دوت اللي هو تشابه المسلسات احنا خلاص خلصنا تشابه المضلعات وقلنا عشان خاطر يكون مضلع يشابه مضلع عموما بقى أي إن كان عرض الأضلع عندنا شرطين اللي هما زوايا متنظرة متساوية أضلع متنظرة متنسبة في المسلسات بقى الموضوع أبسط وأسهل من كده بكتير قوي ليه بقى يا معلم؟ عشان خاطر يتشابه المسلسان لازم يتحقق واحد بس من الشرطين يا إما الزوايا المتنظرة متساوية أو الأضلع المتنظرة متنسبة شرط واحد بس كفاية كلام ده فين؟ في المسلسات لكن في المطلعات عموما لازم الشرطين إنه في المسلسات اللي يفرق في المسلسات شرط واحد بس كفاية فتعالى مثلا هنا في السؤال ده عندك مسلسين عندك هنا داله يوازي به جيم وعندك هنا ده طوله 12 وده طوله 3 وده 4 هو عاوز أول حاجة يثبت إن المسلس ألف به جيم اللي تحت ده يشابه المسلس ألف دال هه اللي فوق تمام؟ تعالوا نسوف إحنا عندنا إيه؟ أول حاجة أنا عندي توازي بما إن أنا عندي توازي يبقى أنا عندي حاجة من ثلاثة يتبادل يتناظر يتداخل وفعلا أنا عندي حرف الزد ده أهو حرف الزد ده أهو يعني يعني الزاوية دهي تسوي الزاوية دهي بالتبادل حرف الزد وإيه كمان الزاوية دهي تسوي الزاوية دهي برضو بالتبادل وإيه كمان الزاوية دهي هتسوي الزاوية دهي بالتقابل بالرأس لأن هما الاتنين عمليم مع بعض حرف X أي زاويتين يرسموا مع بعض حرف X يكونوا متقابلتين بالرأس يعني متساويتين تمام؟ يعني ثلاثة زاوية قدت ثلاثة زاوية يبقى إذن المثلثان متشع بهذا يلا بينا معلم نكتب الكلام ده كده في البرهان يلا معلم البرهان أول حاجة بما أن دال ه يوازي به جيم من التوازي هستنتج إيه إذن قياس زاوية دال تساوي قياس زاوية جيم أو دال قد جيم وإيه كمان وقياس زاوية ه قد به زاوية ه هتساوي قياس زاوية به كلام ده بالإيه بالتبادل وكمان بما أن قياس زاوية دال ألف ه اللي هي الزاوية دي بتساوي قياس زاوية به ألف جيم أو به ألف جيم بيبقى بالتقابل بالرأس يبقى إذن المثلث ألف به جيم يشابه المثلث ألف ه دال وكتبه بنفس الترتيب اللي هو عمله لك هنا في السؤال نفسها ترتيب بالزبط وشيك عليه تاني إن كل زاوية يكون قصادها الزاوية اللي قدها بص ألف في الأول هنا وألف في الأول هنا وهنا البه في النص وهنا اله في النص وفعلا البي قد لهيه مظبوط وهنا الجيم والدال في الآخر وهما الاتنين برضو إيه مدساوياتين فأنت اكتب التشابه بنفس الترتيب اللي موجود في السؤال لأنه هو غالبا بيكون مرتبهم صح أو برضو شيك عليهم تاني بنفسك عشان توقع أنت متأكد بعد كده لما تيجي تعمل بقى لإيه التناسب إيه ده وأنا هعمل التناسب O لأنه هو طلب منك طول ألف جيم طب وألف جيم ده أجيبه منين هجيبه بقى من التناسب ما أنا خلاص أثبت إنهم متشابهين من الزاوية أثبت إنهم متشابهين بما إنهم متشابهين يبقى إذن زير بيو زير بيو شرط تكسر شرط تكسر ألف به به جيم ألف جيم من المثلث الأولاني فوق والمثلث الثاني ألف هه بعد كده هه دال وأخيرا ألف دال بعد كده هنشيل كل دلع ونحط الطول بتاعه ألف به مش موجود وألف هه برضو مش موجود بالنسبة الأولانية دي ملهاش أي تلاتة لازمة طيب اللي بعده بهجيم بهجيم بـ 12 شيل يا باشا بهجيم من هنا وحط مكانها 12 وعندك هه دال فين هه دال أهو باربعة شيل هيه دال من هنا وحط مكانها أربعة ألف جيم اللي احنا عاوزين نحسب طوله وألف دال اللي هو بتلاتة بالشكل ده معلم يبقى إذن ألف جيم بيوساوي شرطة كسر هضرب الاتنين اللقصات بعض في بعض يعني 3 في 12 وهقسم على الأربعة يعني الكلام ده كده بيوساوي بيوساوي كنبقى 9 سنتيمتر بس كده معلم لو لسه مش واضحة تعالى ناخد المثال ده كمان بيقولك إيه إن زاوية ألف هه دال اللي هي الزاوية دي تساوي زاوية به دي قد دي وعندك 3 سنتي 2 سنتي 4 سنتي هو عاوز يثبت إن المثلث ألف هه دال يشابه المثلث ألف به جيم هندور على شرط من الشرطين الشرطين اللي هما مين؟ الزاوية المتناظرة متساوية أو الأضلاع المتناظرة تكون متناسبة طيب بالنسبة للشرط الأولاني أنا عندي هنا في المثلث دوة معلومة مهمة جدا هو إن الزاوية دي قد الزاوية دي وإنت كمان ملاحظ معايا إن زاوية ألف اللي فيه مالها زاوية مشتركة موجودة في المثلث الصغير وفي المثلث الكبير يعني هي هي نفسي الزاوية يعني تعتبر ما أنت ساوية في المثلثين تمام يتبقلنا مين؟ يتبقلنا الزاوية الثالثة الزاوية الثالثة ده هي؟ هتوسوي الزاوية الثالثة دي إيه ده؟ إزا يا مستر؟ ماهو دوة طبيعي يا ابني في أي مسلث في الدنيا لو أنت عندك مسلث مثلا بالشكل ده أو مسلث تاني بالشكل ده كده لو أنت عندك الزاوية دي قياسها مثلا ستين ودي أدها ستين وعندك دي بخمسين ودي أدها بخمسين احسب كده الزاوية الثالثة لو حسبت الزاوية الثالثة هنا هتلاقيها بتسوي سبعين منين؟ من المية وتمانين بتاعت المثلث مية وتمانين نقص ستين نقص خمسين تسوي سبعين وإحسب الزاوية الثالثة هنا ما تكون برضو هي كمان سبعين يبقى اي مسلس في الدنيا لو عندك زاويتين قد زاويتين هتبقى التالتة قد التالتة من خواص المسلس نفسه بديهية ما فيهاش كلام دي زاويتين قد زاويتين يبقى التالتة قد التالتة واش طيب نكتب بقى الكلام ده كده في البرهان ازاي يلا يمعلم مع بعض كده بسم الله الرحمن الرحيم ايه البرهان بما ان المسلس الف هه دال والمسلس الف بهجيم فيهما هتلاحظ ان انا المرة دي عملت البرهان شبه البرهان بتاع التطابق عادي جدا ممكن نتكتب البرهان با اكتر من طريقة ممكن نعملها زي تطابق تكتب اسم المسلس الاولاني واسم المسلس التاني وفيهما واكتب بقى اللي موجود عندك اول حاجة انا عندي قياس زاوية الف هه دال تساوي قياس زاوية به اللي هو مديها لك اصلا في المسألة تمام نمرة اتنين انا عندي زاوية الف مشتركة سوفت ازاي زاوية الف دي مشتركة ما بين المسلسين تالت حاجة بقى قياس زاوية الف دال هه هتساوي قياس زاوية جيم من خواص المسلس المسلس فانت حفاظه على طول المسلس انت مش محتاج اكتر من زاويتين لو عندك زاويتين قد زاويتين يبقى الثالتة اقد التالتة وش منين من خواص المسلس خلصانة دي خلصانة بما انت بقى عندك الثلاث زاوية تكون متساوية تقدر تستنتج ان المسلس الف هه دال يشابه المسلس الف بي جيم بس كده احنا اثبتنا تشابه المسلسين بما ان هم بقى خلاص بقوا متشابهين اقدر استنتج شرطة كسر توسوي شرطة كسر توسوي شرطة كسر هنا من المسلس الاولاني الف هه هه دال الف دال من المسلس التاني الف به به جيم الف جيم شير يا باشا كل دلة وحط الطول بتاعه الف هه عندك بكام بتلاتة حط مكانه تلاتة على الف به الف به كله من اوله الاخره عبارة عن حتتين اتنين واربعة يعني كام يعني ستة هه الف به كله حتتين اتنين واربعة اجمعهم على بعض يبقوا ستة بيساوي هه دال عندك هه دال هه دال مش موجود وبه جيم كمان مش موجود يبقى النسبة التانية دي ملاقش اي لازمة ملاقش دعوة بيها هنا الف دال بكام الف دال باتنين قدل لاتنين هي والف جيم بكام الف جيم كله معرفوش انا عندي بس الحتة دي اللي هي الف هي انما الف جيم معرفش يبقى هنزله هنا الف جيم زي ما هو تعالى بقى نحسب الف جيم بكام هنعمل ايه هنعمل مقص يبقى الف جيم بيساوي شرطة كسر هضرب الاتنين اللقصات بعض في بعض يعني اتنين في ستة واقسم على التلاتة يعني بيساوي اتنين في ستة باثناشر على التلاتة فيها الاربعة سنتي كده احنا جيبنا ايه احنا جيبنا الف جيم دا كله باربعة سنتي متر مظبوط بس هو عاوز طول هيه جيم هو عاوز بس طول الحتة دي بس اللي هيه هيه جيم دا هيه طب انا خلاص حسبت الف جيم كله بكام باربعة وانا عند الحتة اللي فوق ديت بتلاتة لو انا حزفت الحتة اللي فوق دي من اصل الاربعة هيتبقى الحتة اللي انا عاوزها طيب الاربعة كلها هشيل منها تلاتة هيتبقى كام هيتبقى سنتي متر واحد بس يبقى ايزا هيه جيم اللي انا عاوزها هتساوي اربعة سنتي هشيل منها تلاتة يتبقى واحد سنتي متر السؤال اللي بعد بيقولك هنا أثبت أن المثلث ألف به جيم يشبه المثلث هه به دال ألف به جيم الكبير اللي فوق ده يشبه المثلث به هه دال الصغال من اللي تحت ده طيب هتلاحظ المرودة عندنا في السؤال ده أنه هو مديك أطوال الأضلاع كلها بتاعت المثلثين دول يبقى أنا المرة دي مش هستعمل بقى الزوايا أنا هستعمل الشرط التاني بتاع الأضلاع يعني أنا هسبت تناسب الأضلاع وبالتالي يبقى المثلثين متشابهين وريني يا ميستر تعالى موريكم بسم الله الرحمن الرحيم البرهار كل ما علي أننا هقسم كل دلعة على اللقصة ده تبقى أنا إزاي هعرف الأضلاع المتنظرة من هنا شايف دول؟ آه هو بيكون مرتب لك أصلا الرؤوس في المسألة فأنت هتاخدها من هنا أول حاجة شرط تكسر هتقسم ألف به أول اتنين مع بعض مع أول اتنين من هنا هه به أو هه به تمام؟ بعد كده هتقسم الاتنين التانيين به جيم ومن هنا به دال بعد كده هتقسم ألف جيم الأولى مع الأخيرة وهنا برضو هه دال هه دال احسب دي بكام ودي بكام ودي بكام يلا يا معلم أول واحدة ألف به بكام؟ ألف به بعشرة حط هنا عشرة يا معلم على هه به آدي هه به بكام؟ بخمسة عشرة على الخمسة فيها الاتنين بالشكل ده تعال بقى به جيم بكام؟ به جيم كله على بعضه سبعة وسبعة هه حطتين به جيم كله حطتين سبعة وسبعة يبقى 14 على به دال به دال الحتة دي بكام؟ بسبعة واربعتاشر على السبعة فيها الاتنين طيب ألف جيم ألف جيم كله من دهولك باتنشر سنتي اتنشر سنتي على هه دال على هه دال الحتة دي بكام؟ بستة وتنشر على الستة فيها الاتنين ايه ده اتنين 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 يعني انا اقدر استنتج معنا الكلام ده ان التلات نسب دول ايه متسويين يعني الف به على هه به بيوساوي به جيم على بهدال بيوساوي الف جيم على هه دال يعني الاضلاع متناسبة يبقى اذا المثلث الف به جيم يشابه المثلث هه به دال اللي هو كان طلبه مننا في المطلوب الاولاني طيب المطلوب التاني اثبت ان المثلث واو دال جيم واو دال جيم المثلث ده هه متسوي الساقين امتى يكون المثلث متسوي الساقين لو عندك دلعين قضي بعض او زاويتين قضي بعض طب مهانا عندي خلاص اثبت ان المثلثين دول متشابهين المثلث الكبير ده مع المثلث الصغانون ده صح ومن التشابه اقدر استنتج ان زاوية جيم قد مين زاوية جيم هنا هي تالت وحدة هتبقى قد مين هتبقى قد تالت وحدة ليه الدال صح يبقى بعد التشابه هقول اذا قياس زاوية جيم تساوي قياس مين قياس زاوية دال يعني كده انا اثبت ايه ان زاوية جيم في المثلث الكبير تساوي دال في المثلث الصغير الله هو مش ده حرف اكس اه يعني الزاوية دي مع الزاوية ده مش هما الاتنين متقابلتين بالرأس اه يعني ايه يعني متساويتين معنى كده ان الزاويتين دول ايه متساويتين يبقى المثلث متساوي السقين بس كده فقول كده وبما ان ان قياس زاوية به دال هي به دال هي تساوي قياس زاوية واو دال جيم بيبقى بالتقابل بالرأس يبقى اذا قياس زاوية جيم ده هي تساوي قياس زاوية واو دال جيم واو دال جيم يبقى اذا المسلس واو ده الجيم متساوي الساقين خلصانا كده معل عندنا بقى شوية ملاحظات على تشابه المسلسات تحديدا اول ملاحظة بتقولك ايه جميع المسلسات متساويات الاضلاع متشابهة زي ما قلنا اصلا في اول الحصة ان كل الاشكال المنتظمة اللي لها نفس عدد الاضلاع تكون مرشبه لازم يكون لها نفس عدد الاضلاع وبالتالي قدرست انتج ان كل المسلسات المتساوية الاضلاع ما هو دواتي اعتبر مضلع منتظم بس عدد اضلاعه كام ثلاثة اسمه مسلس متساوي الاضلاع دواتي معلّم جميع المسلسات مسلسات الاضلاعه ايه متشابه تمام الملاحظة التانية بتقولك ايه يتشابه المسلسان المتساوية الساقين اذا ساوت زاوية من أحدهما زاوية من الآخر بس المسلس المتساوي الساقين زاوية واحدة بس كفاية يعني زي ما قلنا قبل كده إن أي مسلسين لو عندك زاويتين قد زاويتين يكونوا متشابهين قالك بقى المتساوي الساقين هو المسلس اللي مش لازم حتى زاويتين زاوية واحدة بس كفاية لو زاوية قد زاوية يبقى دول على طول متشابهين بس ده إمتى لو متساوية الساقين طيب الملاحظة الثالثة بتقولك إيه يتشابه المسلسان القائمة الزاوية مسلسين إيه القائمة الزاوية إذا ساوت قياس زاوية حادة من أحدهم قياس زاوية حادة من المسلس الآخر يعني لو عندك مسلسين قائمة الزاوية زي المسلسين دول كده ده مسلس قائمة ده مسلس قائمة طب ما هو بما أنه هم أصلاً مثلثين قائمة الزاوية يبقى أنت عندك زاوية قائمة أدي زاوية قائمة صح؟ أدي أول زاوية لو أنت بقى عندك كمان زاوية غير الزاوية القائمة بتساوي زاوية تانية غير الزاوية القائمة من هنا يبقى كنا خلاص بقت زاويتين أدي زاويتين بقى متشابهة شفت إزاي يبقى المثلثين القائمة الزاوية لو عندك زاوية حدة أدي زاوية حدة خلاص طيب هنا مثلا في السؤال ده بيقولك أثبت أن المثلث ألف به جيمي اللي فوق يشبه المثلث ألف ه دال اللي تحت وهما مثلثين إيه قائمة الزاوية هنا قائم في به ودو قائم في ه وعندك أربعة سنتي تلاتة سنتي اتناشر سنتي طيب أول حاجة بيقولك إيه نسبة التشابه تعالى نسوف بما أنه هما مثلثين قائمة الزاوية أنا محتاج زاوية واحدة بس كمان أدي زاوية وأنا شايف حرف الإكس هاو حرف الإكس يبدوا لإيه متقبلتين بالرأس يسلم يلا يا معلم اكتب للبرهان بما أن المثلث ألف به جيم القائم في به والمثلث اللي اسمه ألف ه دال القائم في زاوية ه فيهما قياس زاوية به ألف جيم تساوي قياس زاوية ه ألف دال بالتقابل بالرأس أستنتج إذن المثلث ألف به جيم يشابه المثلث ألف ه دال بالشكل ده كده بس بما أن المثلث الأولاني قائم في زاوية به والمثلث ده قائم في زاوية ه فيهما قياس الزاوية دي بتساوي الزاوية دي اللي هما زاويتين دول بيساوي بعض بالإيه بالتقابل بالرأس يبقى المثلثين ومتشابهين خلصانة بما أنه هما خلاص بقوا ومثلثين ومتشابهين يبقى إذن زيلي بيو زيلي بيو زيلي بيو ألف به به جيم ألف جيم ومن هنا ألف ه هه دال ألف دال يلا يا معلم هنشيل كل ضلع ونحط الطول بتاعه ألف به عندك ألف به ما عندكش نزل ألف به ألف ه عندك ألف هه آه تلاتة به جيم عندك به جيم آه أربعة وهنا ألف جيم عندك ألف جيم نو نزلوا ألف جيم ألف دال عندك ألف دال لأ بس ألف دال أقدر أحسبه لأنه هو مسلث قائم الزاوية وأنا عند ضلعين أقدر أحسب الضلع الثالث بنظرية أنكل في سغورس يلا يا معلم في سغورس بيقولك إيه بيقولك إن ألف دال دوت هيساوي جزر الوطر بيساوي مجموعة ضلعين بتاع الزاوية القائمة وهو فعلا ألف دال هو الوطر يبقى مجموع الضلعين دول تلاتة وأربعة بس إيه تربيعة هتحسبهم بقى بالقالة الحسبة يطلع بيساوي خمسة سانتي يبقى ألف دال بكم بخمسة سانتي هو بقى عاوز مين هو عاوز به هه وألف جيم تعالى نجيب ألف جيم من هنا على طول يلا يا معلم ألف جيم بيساوي شرط تكسر هنعمل إيه هنعمل مقص هضرب خمسة في اتناشر على الاربعة خمسة في اتناشر على الاربعة هنا على الاربعة فيها الواحد على الاربعة فيها التلاتة التلاتة في خمسة بخمستاشر سانتي متر تمام بعد كده بقى إيه عاوزين به طيب قادي به عاوز الدلع ده كده كله وأنا عندي الحتة دي بكام بتلاتة لو أنا حسبت الحتة دي اللي هي مين اللي هي ألف به بس هجمع الاتنين دولع على بعض يدوني به كله على بعضه هجيب من اين الف به مهي ايه اعمل ايه مص يا اسلام يلا يمعلم 5 به بيسوي 3 في 12 على الاربعة او المعلم 5 به بيسوي شرطة كس 3 في 12 على الاربعة هنحسبه على الاربعة فيها الواحد 13 في 3 بيسوي 9 سنتيمتر يبقى احنا احنا كده خلاص جبنا الف به بكم بتسعة سنتيمتر يبقى أعضل استنتج إذن الضلع اللي هو عايزه اللي هو به هيه كله هيوساوي تسعة زائد تلاتة يعني بيوساوي اتناشر سنتيمتر وده كان آخر سؤال موجود معنا في درسنا النهاردة أتمنى أن درسنا النهاردة كان درس خفيف لطيف ظريف عننا جميعا لو فهمت أي حاجة يريد تدعمنا باللايك الجميل وتشير في القناة لو أنت مش مشتركوا في الختم سبحانك لا علمنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم السلام عليكم